السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعيش الساحة الإسلامية خلافات بينية حادة تصل أحيانا إلى مستوى الصراع وثمت من يرد هذا الأمر إلى طبيعة الخطاب الإسلامي نفسه وتركيزه على قضايا الأمة بحاجة إلى الحديث والتركيز على ما هو أولى منها أمام هذا الواقع ضعفت قدرة الخطاب الإسلامي على إحداث التأثير المطلوب وساهم في ذلك الإخفاق الذي رافق نشاط وأداء الحركات الإسلامية على الأرض سواء كان أسباب هذا الإخفاق ذاتية أو خارجية الخطاب الإسلامي وواقع الأمة عنوان حلقة اليوم من برنامج مقاصد فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الأفاضل إلى هذه الحلقة التي سأحاور فيها الدكتور عبدالله القصب الباحث الإسلامي العراقي مرحباً بكم دكتور بدايةً ما الذي يقصد بالخطاب الإسلامي حينما تطلق التسمية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيراً ورحب بك أخي الكريم ورحب الجمهور الكريم أهلاً وسلم ومشاهدين الكرام الخطاب لغة هو مراجعة الكلام من خاطبه مخاطبة وخطاباً وفصل الخطاب هو بيان الحق والباطل وقد جاء في القرآن ذكره وآتينه الحكمة وفصل الخطاب أما الخطاب بالمفهوم الإصطلاحي فهو إفهام الكلام لمن له أهلية الفهم فكل كلام يفهم فهو خطاب وكل كلام لا يفهم فهو ليس بخطاب فالخطاب هذا تعريفه لكن الخطاب بالمفهوم المركب لكل قضية ولكل جماعة من الناس ولكل إيديولوجية ولكل فكرة ولكل نظرية لا خطابها لا خطابها فهناك خطاب سياسي هناك خطاب أدبي هناك خطاب ديني أيًا كان دينه ثم هناك خطاب فلسفي ثم نأخذ من هذه من جملة الخطاب الديني الخطاب الإسلامي الخطاب الإسلامي الذي هو معناه وتعريفه هو إفهام الكلام وإيصال الكلام إلى المخاطب وفق مرجعية إسلامية من الكتاب والسنة أو من كمصادر أصلية أو من مصادر فرعية والمخاطب هنا مستم وغير مستم طبعا نعم بغض النظر لأنه هو القرآن الكريم خاطب الناس وخاطب المؤمنين نعم يعني عندما هناك خطاب مرجعي أو حقيقي كما يسميه بعض المفكرين وخطاب اجتهادي أو مجازي ما العلاقة بين الخطاب المرجعي أو الحقيقي والخطاب الاجتهادي الإسلامي طبعا دكتور نحن عندنا الخطاب الإسلامي له أدوار وهذه الأدوار تفسر لنا هذا الجواب الدور يعني لما يكون القرآن الكريم فهو من أعظم الخطابات التي يعني نزلت على العباد أيا كان جنسهم لأن المخاطب هو الله تبارك وتعالى وقد وصف كلامه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم المبلغ عن ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فالخطاب الإسلامي بهذا المفهوم أو بهذا الطور فهو خطاب لا يعتريه أي شبهة ولا يعتريه أي خلل ولا يعتريه أي إشكالية لأنه خطاب حكيم وخطاب رشيد اتخذ جميع الأساليب وجميع الحجج العقلية التي تفهم من له أدنى بصيرة بحقيقة ما يراد منه فهو خطاب المعبود للعباد أي كان جنسهم أو أي كانت ديانتهم والمبلغ عنه أسمى من تكلم بهذه اللغة وأفصح من تكلم باللغة التي نزل بها الخطاب ثم يتل ذلك العصر الراشدي أيضا لم يأتي بخطاب من اجتهادي كان خطابه أيضا مقتبس من الوحيين من الكتاب والسنة وماضٍ وتحت مضلتهما ومن ضمن المقصود أو المقصد التي تكلم فيه الخطاب في الخطاب المنزل من القرآن والسنة لكن حصل عندنا إشكالية في الخطاب الإسلامي أن تكلم الخطاب الإسلامي يخاطب به أمم ما نقول خطاب إسلامي يتكلم به شخص ليبين فيه قضية لم نقول خليفة يعني مثل أبي بكر الصديق ومثل عمر بن الخطاب ومثل عثمان بن عفان ومثل علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هؤلاء يمثلون أمة الإسلام فخطابهم أممي وليس خطابهم فردي يعبر عن أشخاصهم أو يعبر عن اجتهادهم الخاص قد يعبر عن اجتهادهم لكن اجتهادهم منضبط بالوحيين فلم يرد عن واحد من هؤلاء خطاب تجد فيه أنه عليه مأخذ جنح أو تعارض مع الوحيين لكن بعد ذلك لما وقع ما وقع بين المسلمين وحصلت الطوائف وصالت أصبح كل كل له خطابه ليقنع به جمهوره بما يريد أو بما أدى إليه اجتهاده سواء كانوا أطراف متنازعة عسكريا وسياسيا أو أطراف متنازعة فكريا هذا الخطاب النورجي نعم والفكري حصل بعد هذا الزمن يعني الآن هو حتى الخطاب في زمن الفتنة هو خطاب سياسي عسكري لكن الخطاب الذي حصل بعد هذه لما بدت تظهر الفرق المبتدعة حقيقة دكتور هو تفصيل جيد لكن كي لا نسهب في هذه الجزئية أنت تحدثت بشيء من الإسلام عن الخطاب المرجعي ماذا عن الخطاب الاجتهادي وهو مدار الحديث في هذه الحلقة؟ نحن نتكلم الآن وصلنا إلى مرحلة الخطاب الاجتهادي الخطاب الاجتهادي أيضا مر بمراحل خطاب الاجتهادي لما يكون إنسان يملك جمهور ويريد أن يقنعهم بفكرته فهذا خطاب الاجتهادي سواء كان مقصده المصلحة الخاصة أو كان مقصده المصلحة العامة تحول بعد العصر الراشدي كل الخطاب إلى خطاب الاجتهادي بعد العصر الراشدي تحول الخطاب إلى خطاب اجتهادي يصيب ويخطئ يصيب ويخطئ لذلك قد يقول إنسان أن الراشدين هم بشر ويخطئون عسوب نقول نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد هذا تزكية تزكية لهم أنهم وناس يوفقهم الله عز وجل ويفتحوا عليهم فلا يجنحوا إلى ما يعني القضية تكون فيه شخصا لكن ما بعد هذا العصر بدأ العصر الاجتهادي وبدأ الخطاب الاجتهادي والخطاب الاجتهادي قد يكون سببه سياسيا منبأه سياسيا منبأه ثم بعد ذلك بدأ الخطاب الفكري بعد أن ظهر الخوارج أو ظهر البغات هذا تطور مراحل الخطاب الإسلامي ظهر البغات في زمن عثمان رضي الله عنه في آخر زمن عثمان وخرجوا عليه بتأويلات جاءوا بنصوص يخاطبون وكأن عثمان رضي الله عنه لا يفقه وقد جنح عن الدين وقد جنح عن الإسلام ويريدونهم أن يقوموا عثمان ولذلك أدوا إلى يعني مطالب بخلعه من الخلافة ثم بقتله رضي الله عنه لو وصلنا إلى الخطاب الإسلامي في العقد في القرن الأخير في هذا الزمان يعني ما هي الركائز التي يقوم عليها الخطاب الإسلامي أو الأسس التي يقوم عليها الخطاب الإسلامي في الوقت الراهن قبل هذه يعني عشان نكمل يعني لأجل نكمل ثم في زمن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين حصل أيضا ظهرة الطائفة الخوارج هؤلاء الخوارج أيضا خطأوا عليا بل حكموا بكفره رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو إمام المؤمنين وخير الناس في ذلك الزمان خير الناس في ذلك الزمان وبحجة إيش أخذوا جزئية من الدين إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الناس وحكمت الأشخاص ورضيت بالتحكم إذن أنت كافر ثم قاتلوه وبعد ذلك عملوا مؤامرة وأدت أيضا إلى قتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قبل الخوارج الذين هم يكفرون الناس بالذنوب وغيرها أيضا بإجدال هذا فكري أما مجال سؤالك الآن والآن بسببي الآن لو لو يعني في علم الرياضيات لو أخذت خطا مستقيما ووضعت بجانبه خطا مستقيما آخر بانفراج بسيط بانفراج بسيط يعني بأجزاء المل واستمر هذا الخط المستقيم كل الخطين يمشيان ستجد بعد مدة طويل أو بعد مسافة أن يحصل تباعد هذا الذي حصل الذي حصل أن الخطاب الإسلامي بسبب تعدد الصراع بسبب استئثار من لهم القرار بسبب ظهور تيارات فكرية وتيارات فلسفية سنتي على ذكري هذا دكتور لكن قبل ذلك الأسس التي يقوم عليه الخطاب الإسلامي في الوقت الرهن ما هي أسسه وركائزه ليس له ركائز أو أسسه وإنما كل يستقي ما يؤيد فكرة كيف؟ أليس الكتاب والسنة والقياس نعم الكتاب والسنة حمالات وجوه حمالات وجوه لها معايير منضبطة التي هي معايير الاجتهاد ومعايير المقاصد ومعايير المصلح العظمى إذا رعية هذه كل الخطاب هو يأخذ من الكتاب السنة لكن أنت تجتزئ أيضا الخوارج لما ردوا على علي رضي الله عنه كفروا بخطاب من القرآن إن الحكم إلا لله نعم لكن هناك إذن هناك أسس وركائز يقوم عليها الخطاب الإسلامي بغض النظر عن الأفهام التي تتفوت بين الناس القضية الأفهام أنا لو كل لو كل جماعة صاحبة خطاب ولها تأثير تأثير في الجمهور جعلت جعلت نصب عينيها كليات الدين وليس الجزئيات كليات الدين واستقت من القرآن ومن السنة وفق الفهم المقاصدي والفهم المصلحي المصلح العظمى لم أحصل ذلك الاختلاف لكن تجد هذا التجزئ وهذه الجزئية أنا أنظر ما أستطيع أن أعي كل هذه أو قد لا أريد بسبب عدم أهليتي بسبب عدم أهلية المخاطب أن يتمكن من هذه الآلة لذلك فينحصر ذهنه في الجزئية التي هو ينشدها ويرى أنها مفقودة وينشد الوصول إليها ثم يعب الجماهير باتجاه هذه الجزئية فتحصل هذا الخلاف فكل يأخذ بما يراه أو بما يريده أو بما يرى أن النقص قد حصل من هذه الجهة فيحصل هذا الخلاف في تناول الخطاب نعم دكتور سمات العامة للخطاب الإسلامي لو وضعنا خطين متوازيين مثلا الشكل والسلمية والجمود وفي الخط المقابل المضمون والعنف والاجتهاد أين يتوضع الخطاب الإسلامي في هذه الخطان هذين خطين متوازيين هو الخطاب الإسلامي حاليا حاليا نعم حاليا لا في الجانب الثاني في الجانب الثاني الذي هو يعني فيه عنف وفيه الاجتهاد يعني هو سلاح ذو حدين عندنا الاجتهاد ثلاث أطلاق في الاجتهاد منهم من أغلقه كما ذكرنا في برنامج سابق أو في حلقة سابقة منهم من أغلق باب الاجتهاد وهنا قد رد العلماء بعضهم على هذا ومنهم من فتح باب الاجتهاد على مصرعي لكل من هب ودب بحجة التجديد بحجة بحجة فتح باب الاجتهاد والتوسط هو المعقول أن يكون الاجتهاد لمن ملك أهلية وبلغ أهلية وملك آلة الاجتهاد لكن أنت تقول بأن الذي يطبع والسيمة العامة من الخطاب الإسلامي تنحى منحى العنف لكن هناك قطاعات واسعة جدا وكبيرة وهيئات موسطة كبيرة تخاطب على أساس سلمي تتبنى السلمية في الخطاب الإسلامي صح فعلى أي أساس بنيك؟ هذه غيبت في العقدين الماضيين نعم هذه الأصوات موجودة لكن لنرى ما الذي أثر على الساحة هل الذي أثر على الساحة الخطاب السلمي الاعتدال الوسطي أم الخطاب العنف والنتائج الآن الموجودة على الساحة تظهر أن الخطاب العنف والذي أثر الآن يا ليت أنه يبقى الخطاب السلمي الذي تبنه أهل العلم من من بلغوا رتبة الاجتهاد أو بلغوا رتبة الرسوخ في العلم لكن وللأسف الشديد الآن الذي يتبنى قضية التجديد أو قضية السلمية هو يعني أيضا يحمل أجندات معينة قد حذر منها بعض أهل العلم خشية أن يكون من باب تمييع الخطاب الإسلامي من باب الخوف من القوى الضاغطة بالسلاح والمال فيكون عندنا رد فعل عكسي يعني نحن عندنا عنف سيجنح إلى السلم غير المنضبط طبعا هو السلم مطلوب دائما ولكن هناك بحجة السلم بحجة السلم وبحجة الاعتدال يذهب إلى التمييع وإلى قد يصل إلى هذه المثوابت في الدين بحجة بحجة أنه الذي ينادي ببعض هناك أمور مشتركة أمور مشتركة بين الوسط وبين العنف وبين الوسط وبين السلم قد بسبب ما نادى به صاحب الخطاب العنيف حتى يكون ردة فعل حتى يرد عليه يهدب من الدين مسائل بحجة أنه قد تبنى هذاك وهي من جملة أو من جهة جماعة العنف فهذا الذي يحصل الآن والمطلوب والمفروض على العلماء أن ينبه ينبه الآن كل من يتصدر إلى الخطاب السلمي يقول نعم نوافقك على الخطاب السلمي على أن هذه الموسائل التي هي من ثوابت الدين حتى وإن كانت سنن وليست واجبات حتى وإن كانت سنن لا تتعرض لها بالنقد لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيكون رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك هذه لكن تكلم عن الجزئيات التي دخل من خلالها صاحب خطاب العنف فأدى إلى ما أدى إليه من الفضاء دكتور نقطة مهمة يعني كيف يمكن تكييف الخطاب الإسلامي الآن بين المثلث التالي السلمية والحرب التي مثلا كما يقول كثير من الإسلاميين الحرب المعلنة على الإسلام بشكل أو بآخر وبين أن يكون الخطاب الإسلامي سلميا غير مميع كيف يمكن التكييف بين هذا المثلث الحرب قوية ضروس الحرب مسهلة ولا يستطيع الآن لا نقول لا يستطيع لأنه هم إن أرادوا جاءهم نصر الله لكن طرق طريقة تصدير الخطاب الإسلامي الآن الجديد ضعيفة مقابل الهجمة الهجمة الآن على الإسلام وعلى الخطاب الإسلامي وعلى الإسلامين وعلى المسلمين أقوى بكثير من إمكانية أن يتصدوا أن يتصدوا لماذا يملكون السلاح والقرار الأممي والإعلام والتشويه والتشويه واجتزاء الحقائق يعني لو يأتون على أي خطاب ديني ممكن بالرد يعرضونك الخطاب كما هو خطاب المخاطب كما هو أنت كمخاطب إسلامي منصف ترى أنه لم يقصد هذه القضية التي سلط عليه الضوء واجتزئت وصدرت إلى العالم وشريبها العالم واستقرت في نفسه أن فلان أرادها في هذا السياق دكتور عبد الملك يعني لو ضبط لنا أبرز السيمات والملامح العامة للخطاب الإسلامي الحالي وإلى أي مدى هذه السيمات تراعي متطلبات المرحلة وما تحتاجه الأمة في هذا الوقت احنا عندنا فوضة بعد الفوضة هذه هناك أصوات نادت ولا زالت تنادي بالوسطية والاعتدال وتحت مضلة المقاصدية العظمى تحت مضلة الوحيين ثم الوحيين كيف يفهمان كل يدعي أنه يأخذ من الوحيين لكن يفهمان وفق المفهوم المقاصدي الأعظم ووفق المصلح العظمى فكل شيء يؤدي إلى مفسده يترك حتى وإن كان صادر من الوحيين لأن الوحيين لأن الوحيين في زمن الرسالة وفي زمن التبليغ بعض الخطابات طولبة مخاطبة الناس ونعمل بها لأن المجتمع كان جاهز لهذه القضية في أماكن ترك لماذا ترك؟ ترك لأن الأمور الطارئة أو التحقيق المصلحة قد ضعف قال الله عز وجل وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عَلْمُ هذه درع المفاسد فدرئت به مفاسد الآن لو رعيت هذه القضية عند الجميع ما حصل إشكال؟ نعم دكتور أنت تتحدث في الإطار العام الخطاب الإسلامي لكن ما زلت أبحث عن إجابة عن السمات العامة التي تطبع الخطاب الإسلامي في الوقت الراهن ما هي هذه السمات؟ وإلى أي مدى تتفق مع ما تريده الأمة في هذه المرحلة مع متطلبات العصر هذا؟ ما أنا قلت لك يعني أحنا هو قد يكون الجواب ضمنياً في السؤال الآن الخطاب متعدد متعدد الهوية الخطاب الإسلامي أنا أتكلم الخطاب الإسلامي ليس له جهة واحدة وليس له سمة واحدة أنه كله عنيف أو كله سلمي أو كله وسطي ناس تنادي بالسلم وناس تنادي بالاعتدال وناس تنادي بالعنف لنا لدينا خطابات إسلامية مجموعة خطابات فهذا القضية ما نستطيع أن نقول لك هو الخطاب الإسلامي الآن له سمة واحدة له عدة سمات لكن الذي نطمع إليه أن يعود الخطاب الإسلامي أن يعود الخطاب الإسلامي إلى الطارات العامة التي هي الكتاب والسنة والمرأة المنوعة هذا الذي نطمع إليه والآن بسبب الضغوط وبسبب الضغوط الممارسة سيطفو الخطاب الثاني المقابل الخطاب العنف سيطفو الآن بدأ يطفو على الساحل بدأ يطفو وبدأ تتبناه دول وتتبنوها مؤسسات ويتبنونه علماء قد يكون علماء وقد يكون طلبة علم أو دعاة لكن لأنه مراد منهم هذا لماذا؟ حتى يدافعوا عن الدين جراء أو نتيجة الخطاب المتطرف خطاب العنف أنت دكتور تحدثت عن أن لدينا خطابات إسلامية كثيرة ومتعددة وليس خطابا إسلاميا واحدا وهذا بالتالي شكل من أشكال التحديات والعقبات في طريق توحيد الخطاب الإسلامي وإنشاء خطاب إسلامي راشد وعي نريد أن نناقش أو نبحث هذه العقبات والتحديات بعد العودة من الفاصل فاصل قصير ومن ثم لنا عودة اشتركوا في القناة قناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله دائما وأينما كنتم مازلنا وإياكم في الحديث عن الخطاب الإسلامي وأثره في واقع الأمة ودائما الحديث مع الدكتور عبد الملك القصب الباحث العراقي مرحبا بكم دكتور قررنا قبل الفاصل أو قررت في حديثك قبل الفاصل بأن لدينا خطابات إسلامية كثيرة ومتعددة وأن الخطاب العنفي يغلب على الخطاب السلمي ما هي التحديات والعقبات التي تحول بين إنشاء أو صياغة خطاب إسلامي راشد وواعي ويخاطب الأمة ويخاطب غير المسلمين وبين هذه البغية في تحديات داخلية وفي تحديات خارجية تحديات الداخلية المخاطب نفسه المخاطب أو الجهة التي تريد أن تخاطب هناك احتكارية بالرؤية عدم قبول للرأي ما في الرأي الآخر من حق طبعا لا شك أن الرأي الآخر حتى وإن كان عليه تحفظ فيه حق يعني كثير ولا يوجد من يقبل الحق عند المخالف هناك قاعدة قديمة يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب هذه احتمالية اللطيفة التي وضعت وضعت حتى لا تدأ العصمة لخطابك الآن معظم حتى الله من رحمة ربي المعظم من يخاطب يدعي الاحتكارية ويدعي أنه هو على الصواب وغيره على الخطأ المحض وهو على الصواب المحض الذي لا يعتريه الخطأ هذه واحدة من التحديات هذا التحدي كبير أدى إلى فقد الثقة أدى إلى فقد الثقة ثم التبني التبني المطروح من الآن الذي يتبنى الخطاب الفلاني حتى وإن كان الآن إحنا في حاجة إليه بسبب تبني دول أو حكومات أو كذا لقضية وهذه الحكومات عليها مؤاخذات بسبب مواقفها من قضايا أخرى تجد أن الثقة متزعزعة قد تكون أنت تتكلم بالحق وفق هذا الخطاب لكن بما أنه أنت تنتمي إلى فئة معينة أو تنتمي إلى حكومة معينة ويعلم الناس والعامل من الساحة أن هذا المملأ عليك قد تكون أنت راضي ومقتنع بهذه القضية لكن هو معلوم أنه أثر الإملاء عليك موجود لأنه القضية من حق هذه الدول التي الآن تهاجم يعني نحن من حق هذه الدول الآن التي تهاجم علناً تهاجم باسم خطاب يعني أنا أخاطب في مشرق الأرض تحاسب عليها دولة في مغرب الأرض فمن حقها الآن هي أن تدافع نفسها وتجد الوسائل حتى تقول أنا لست مع هذا الخطاب لكن هذا ما الذي سيؤدي سيؤدي إلى نزع الثقة عند جماهير آخرين سيؤدي يقول لك هذا مثل خطاب مسيس هذا الخطاب مدفوع ثمنه وهذه القضية هي التي أوصلت أوصلتنا إلى هذه الحالة منذ عقدين أو ثلاثة نعم استتراضاً في هذه النقطة بالذات دكتور عبد الملك يعني أنت أشرت إلى الغلاق والتعصب في الخطاب الإسلامي بين العلماء والدعاة وحتى أصحاب المناهج والتيارات والحركات الإسلامية ثمت من قد يرد هذا التعصب والانغلاق إلى سبب أكثر أصولياً يعني أكثر أصولياً أو سبب أعمق من هذا وهو غياب أو ندرة المواهب والمتميزين والكفاءات في الحق الإسلامي الكثير من العائلات ومن العائلات المسلمة تتعامل مع الحق الإسلامي بمعنى بأنه تلقي بخيرة أبنائها إلى مجالات الطب والهندسة والاختصاصات العلمية ثم الفاشرين أو المخفقين من أبنائهم يردونهم إلى الكليات والجامعات الإسلامية وبالتالي ينتجين من الدعاة والعلماء يعني محدودي القدرات إلى أي درجة تتفق مع هذا التحليل؟ أنا هذا التحليل لا أتفق معه قد تكون ليس على سبيل الإطلاق وإنما على سبيل الظاهرة لا على الإطلاق ولا على الظاهر لأن ليس كل من دخل كلية الطب أو كلية الهندسة أصبح طبيباً بارعاً ولا مهندساً بارعاً لذلك يبرع في كل بلد مجموعة من الطباء في تخصصات معينة ويشار إليهم بالبنان ويعرفهم العالم وكذلك المهندسين كذلك حق للدعاة أنا الآن لو جعلت في كل كلية شرعية مئة طالب الدفعة مثلاً أو خمسين طالب نحن نعلم مسبقاً أن هذا العدد من الطلاب كما وصفت كما وصفت أنه هم طلاب يعني قد يكون أصحاب معدلات ضعيفة وأصحاب مستوى ضعيف إلا أن هؤلاء لن يكونوا دعاة ولن يقودوا المجتمع من الذي سيقود؟ سيقود الذي أولاً صاحب معدل عالي وجاء برغبة مفعمة وقد دفعه أهله تديناً ورغبةً وهو يرغب هذا أصلاً هو ينبغ أثناء دراسته ينبغ ويشار إليه بالبنان وهو لا زال طالباً ثم يكمل مراحله ثم يفتح الله عز وجل عليه أنا ما رأيت يعني من الفئة التي يقال نعم هناك لا نقول يعني فاشلين من باب لهذا فاشل من باب يعني الذكاء فاشل من باب أنه ليس متميز إذا أردنا أن نقول فاشل هذا يذهب فيتوظف بوظيفة على قدره ويكون خطابه وتأثيره محدود على قدره لكن الذين الآن المتصدرين للساحة أياً كانت مشاربهم وأياً كانت مذاهبهم وأياً كانت أفكارهم نتفق معها أو نختلف معها هم نوابغ في جيلهم مثل الأطباء نعم الآن كم طبيب من الدفع عندي دفع ميط طبيب الآن في كلية الطب هذا الميط طبيب كلهم سيكون أطباء هذا في سياق الحديث ذاته دكتور هناك سؤال جدلي وأصولي ربما في جدلية العلاقة ما بين الخطاب الإسلامي والحركات الإسلامية ثم تتناحر وصراع حقيقي بين الحركات والتوجهات والمناهج الإسلامية هل هذا التناحر في النهاية هو نتيجة لخطاب إسلامي خطابه مضمون إسلامي معين موجود في الساحة أم أن الأمر بالعكس الخطاب الإسلامي هو ضحية هذا التناحر والاستراع الداخلي هو إذا قصدنا بالخطاب الإسلامي الذي يمثل الشرع الحنيف فالخطاب الإسلامي ضحية لهذا التناحر ضحية لهذا التناحر الخطاب الإسلامي الاجتهادي لا إحنا ذا قلنا الخطاب الإسلامي غير الاجتهادي ضحية لهذا التناحر لكن الخطاب الإسلامي الاجتهادي الذي يبنى على غير الاصول التي تكلمنا عليها في بداية هذا البرنامج تكلمنا عنها فهو الذي أدى إلى ما وصل إليه حالنا اليوم فهذا السلاح ذو حدين وللأسف الشديد لا نقول الكل طبعا التعميم لا شك أن أمة الإسلام فيها خير ولا شك أن أمة الإسلام فيها دعاة وعلماء ومفكرين بارزين هؤلاء يعني حتى إذا انتقصهم منتقص يعني لا يؤثر فيهم ولكن ليس المكمن الخلل منهم مكمن الخلل من الآخرين من الذين وهم لم يعني اتخذوا مناهج مبتداء ثم بدأوا ينظروا لها ثم بدأوا يعني يقول هناك قاعدة تقول ابحث ثم اعتقد لكن إذا اعتقدت ثم بحث سيكون كل بحثك مصبوبا مؤطرا في إطار الأكثر مصبوبا كله ليثبت ما اعتقدته ابتداء وهذه القضية نعم دكتور عبد الملك يعني ربما يكون العلماء هم أوسعوا الناس مداركا وبالتالي هم من ينبغي أن يقوموا بمسؤولية صياغة خطاب إسلامي للأمة وحتى لخارج إطار الأمة لكن في العقود الأخيرة أو في السنين الأخيرة برز مجموعة من الدعاة وطلبة العلم الذين تسيدوا الخطاب الإسلامي حقيقة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وششات التلفاز هؤلاء ليسوا بمستوى العلماء من الناحية العلمية والتأصيدية إلى أي درجة تأثر الخطاب الإسلامي سلبا بهذا التدخل لهذه الشرائح من المجتمعات كان هو ساهم في قضية إيجابية قضية واحدة إيجابية لكن أيضا ساهم في قضية سلبية ما هي الإيجابية؟ قضية إيجابية أنه العلماء لكثرة إنشغالهم ولتورعهم عن الظهور في أي قناة كانت أو لكثرة إنشغالهم ولكثرة طلبتهم ولكثرة العلماء كيف تورعهم إذا كانت الأمة في حاجة لهم في هذا المجتمع؟ أحيانا يعني بعضهم يعني كل واحد وله لا يمنع أن يكون إماما فقيها ويتورع عن الظهور في قناة فضعية حتى لو كانت الأمة في حاجة لهاية الظهور؟ لأنه الإنسان الاكتفاء بفتية غيره كان من سيرة معذرة دكتوريني عندما يتورع العالم عن الظهور إلى الإعلام فسيتم الناس بمن هو دوله علم وهذا مفسد في النهاية هذه قضية أنا عالم الآن أصبحت القنوات الفضائية محرقة القنوات الفضائية قد أكون أنا متسبب قد أكون أيضا أنا يعني أي إنسان الإنسان لما هذه القنوات الفضائية بدأت تصنع نجوم نجوم وهؤلاء النجوم لهم صلهم جمهور ولهم متأثرين بهم ويأخذون عنهم كل شيء سيكون محط استهداف من قبل الجميع ثم بعد مدة تسلط كل السهام نحو هذا الداعي لإسقاطه وهذا ما حصل لكن نحن لا نتكلم عن هذه الجزئية هذه الجزئية لا تهمنا تهمنا جزئية هل هم تسببوا في غياب دور العلماء نعم تسببوا هل هم نعم كانت لهم إخفاقات كثيرة لما لأن الداعية وأنا أتكلم عن نفسي أنا الآن لا أمثل الخطاب الإسلامي أنا الآن لا أمثل الخطاب الإسلامي جزء من الخطاب الإسلامي أنا جزء من الخطاب وقد أكون يعني تعرضت إلى ما تعرض هذا الشريحة اللي أنا الآن أتكلم عنها أنا أريد أقول أنا الآن بما أني لا أخاطب المسلمين أقول افعلوا ولا تفعلوا إذن أنا أتكلم عن أبين وجهات نظر هؤلاء الدعاة الذين هم ليسوا من الراسخين في العلم نعم تسببوا إلى حد كبير في إحداث الإرباك في الشارع وضحالة في الخطاب الإسلامي ربما نعم نعم وربما ضحالة في الخطاب الإسلامي مو هي الجزئية جزئية من تزبب قبل أن يتحصرم أدى إلى ما أدى إليه نعم يعني الراسخ في العلم الإنسان يعني بحكم التجربة اكتشفنا للإنسان إما أن تربيه المدارس أو المجالس لذلك تجد كبار السن حتى في حادثة أحد غزوة أحد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم وانظرنا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش تريد قتاله هنا انقسم الناس إلى قسمين كبار السن أصحاب الخبرة أصحاب التجربة قالوا لا نخرج ونبقى في المدينة ومن جاءنا نقاتله ونحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا الشباب المتحمس العاطفي يرى أن هذا نوع من أنواع الجبن وليس نوع من أنواع الاستراتيجية العسكرية أو التحصن والدفاع يعني المدافع دائما يكون أقوى من المهاجم هذه بكل النظرات العسكرية فالشباب باندفاعهم وقد انتصر قبل سنة أو سنتين أصحاب لهم في بدر وحصلوا ما حصل من المكان الطيب والعليا والانتصار فضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وألحوا بأنهم من باب أننا نسنا جوبنا وأننا أهل الإيمان وسنقاتل أهل الكفر فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخشي أن يتهم أنه يعني أنه والنبي صلى الله عليه وسلم من أشجأ الناس لأنه مؤيد منه فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلبس لأمة الحرب تلاوم الناس بما بينهم قالوا لعلنا يعني أثقلنا على رسول الله وضغطنا عليه فلما خرج قال يا رسول الله لعلنا عنيناك أو كذا قال قضي الأمر ما كان لبين إذا لبس لأمة ونضاعها حتى إذن الله خرج الأمر مني يعني كان قبل ما أدخل وألبس لأمة الحرب كان الأمر عايد لي ممكن أن تراجع لكن بما أنه ما رجعت إلى اللبس للأمة الأمر أصبح بيد الله عز وجل أنتعد القضي فلامه كبار السن قالوا يسمع قول الصغار ويترك قول الكبار فعلا حصل ما حصل النتيجة كانت هكذا نحن لا نتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لكن الله عز وجل يريد أن يرينا أن حتى الجيش الذي فيه سيد الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينكسر وينهزم الجيش إذا ما حصلت فيه الاختلالات هذه وهذه سنة كونية لا تتعلق بأحد سنة كونية من الله عز وجل لا تجامل أحد ولا تحابي أحد لذلك نقول أن هذه الفئة من الناس قد نفعت في جوانب كثيرة وجزاهم الله خير وجزا وقد أخطأت في جوانب كثيرة نسأل الله عز وجل أن نعيد أو أن يعيدوا حساباتهم وأن نعيد حساباتنا وأن نخرج بمرحلة راهنة نحن أحوج ما نكون فيها إلى تصحيح ما مضى نعم جاء في كلامك دكتور عبد الملك تضمينا وتصريحا السمى الاحتكارية للخطاب الإسلامي بمعنى أن كلامي وفهمي صواب وصح وكلامك وفهمك خطأ هذا الذي يقوم عليه كثير من ملامح الخطاب الإسلامي في الوقت الراهن ما الذي أوصل الساحة الإسلامية إلى هذا الدرك من الخطاب الإسلامي وهو الاحتكارية تضليل الآخرين واحتكار الصواب والفهم الصحيح المنابع التي تربى عليها العلماء والدعاة هذه وجدناها تؤثر وجدناها تؤثر أثرا كثيرا من خلال الاستقرانية يعني تجد عالم وقد رضيت عنه الأمة بالقبول تلقته الأمة بالقبول لكن تجد له فتية وتجد له أقوال وتجد له منهج معين مبني على ماذا؟ مبني على الأمر الذي شريبه منذ نعمة أظهاره تربى على أي ذمن ومن أين أخذ ما أخذ هذا الدين فتجد أن علماء كبار عليه من الله الرحمة والرضوان لكن تجد في ثنايا كتبهم سلات وشطحات لماذا؟ لأنه يلوي عنق الدليل من الكتاب أو من السنة حتى يوافق مشربه الذي شريبه منذ نعمة هذا هوى يعني لا نقول هذا التأثير يعني التأثير ما تستطيع أن تخرج منه نعم ما تستطيع أن تخرج منه ولم يخرج من هذا التأثير إلا من رحمة ربي يعني برز عندنا بعض العلماء نعم تركوا أقوال من سلفهم حتى وإن كانوا من نفس المشرب لأنه فتح من الله عز وجل نحن لا نستطيع أن نقول قال الله عز وجل ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم فلا نستطيع أن نجعل الناس كلهم بمفهوم واحد فهذا التأثير وهذا السبب والألحادية هذه والاحتكار سببها المشرب الذي تغدى إليه هذا من باب وهناك باب ثاني أيضا هو التأثير السياسي التأثير السياسي التأثير السياسي أيضا تأثير السلطات تأثير الحكومات أنا أنتمي إلى حكومة معينة وبلد معين ويراد مني قضية معينة وهنا أؤكد على قضية قد يكون العالم في خطابه محقا وصائبا حتى وإن كان بسبب تأثير السياسي أو تأثير الحكومات عليه لكن قد يكون خطابه صالحا لمجتمعه وهو غير مخطأ مصيب لكن الخطأ وين أن يتلقف الناس الذين بالخارج الذين قد لا تتلأم كل جوانب هذا الخطاب مع مجتمعهم ويردون التطبيق عليه نعم يعني هذه السمات والمشاكل والعقبات والآفات إذا صح التعبير في الخطاب الإسلامي وفي الساحة الإسلامية دفعت بعض المراقبين من خارج الساحة الإسلامية بل من داخلها إلى القول أو المطالبة بتجديد الخطاب الإسلامي هل هذا الخطاب أو التجديد هذه الدعوات محقا وهل بالفعل الخطاب الإسلامي يحتاج إلى التجديد هذا ما ننقشه بعد العودة من الفاصل الدكتور لحظات ونعود إليكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة أهلا بكم جديد سيداتي المشاهدين في الحديث عن الخطاب الإسلامي وأثره في واقع الأمة في واقع الأمة والحديث دائما مع دكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي العراقي في هذا الجزء الأخير من الحلقة دكتور المفكرون والفقهاء الإسلاميون يشغلوا في العقود الأخيرة في ما يبدو أنه رد على شبهات أثيرة من المستشرقين ومن بعض العلمانين الذين يحملون جينات العداء للإسلام مثل قضية دور المرأة في الإسلام والآخر هذا الجهد استنذف كثيرا من الجهود الإسلامية وحرف مسار الجهد الفكري الإسلامي والخطاب الإسلامي عما ربما تحتاجه الأمة برأيك هل هذا تتفق مع هذا التأويل بأنه صرفت الكثير من الجهود في الحديث عما لا تحتاجه الأمة في هذا الوقت هذا باختصار حتى نذهب إلى هذه القضية ما رد نظلم هؤلاء الناس الذين مروا بمرحلة عصيبة الآن هذه القضية التي تتكلم عنها قبل دور المرأة لما ظهرت الأفكار الإلحادية ودخلت على بلاد المسلمين وتبناها مفكرون وتبناها أساتذة جامعات وتبنتها دول وحكومات من أجل أن تثبت حكمها وأن تثبت كرسيها في الحكم بالنار والحديد فانبرى هؤلاء العلماء وإن كانت بعض الجزئيات بالرد على هذه الشبهات الإلحادية بطريقتهم هم بطريقتهم هم بطريقة العلمائية وليس العلمانية العلمية العلمية ولكن هذا الانصراف البعض أسهب فيه حتى وصل إلى الإسفاف وكأنما أصبح الدين أن يرد على هؤلاء بهذه القضية فانخرطت به فئات من الناس كثير وتغافلوا عن أصل الخطاب الذي هو الخطاب الألعام هذا خطاب جزئي نعم وله فوائد نعم وهم مأجورون عليه نسأل الله لهم ذلك نسأل الله لهم ذلك وقد نافحوا عن الدين في هذه القضية نعم ولكن التوغل والاتساع في قضايا نعم أنت رددت على شبهاتي منتها وهذه تكون جزء مما يتعلمه العالم أو الدعاة أما انشغال الدعاة وانشغال الجيل الذي جاء بعدهم بهذه القضايا وترك كليات الدين هذا أدى إلى غياب الدور الكلية في الخطاب نعم أصبح الخطاب جزئي نعم نعود إلى حديث السيمات الخطاب الإسلامي وطبيعته مضمون الخطاب الإسلامي دكتور يعني كما يقال هذه البعرة تدل على هذا البعير والآثر يدل على نعم إذن في نهاية في المحصلة نحن أمام إشكالات حقيقية في الخطاب الإسلامي وفي ما نتج عن هذا الخطاب الإسلامي من تجليات على أرض الواقع واحتراب داخلي وصول إلى التضليل والتفسيق والتكفير والسباحة الدماء وربما الأموال هذا الأمر ألا يدفع بالضرورة إلى صحة من يقلون بضرورة التجديد في الخطاب الإسلامي على مستوى المضمون والوسائل التجديد إذا كان وفق معايير متفق عليها بين الراسخين من العلم فالتجديد مطلوب لكن التجديد الذي ينادي به البعض هو تجديد ملغوم تجديد خطر ممكن الإنسياق وراءه والآن يستركبوا موجه موجه العالم كله يريد وعندك نموذج سيء عندك نموذج سيء من نماذج الخطاب الإسلامي فجعل هذا شماعة وذريعة إما أنت توافقني على دعوة التجديد وإما أنت تنتمي إلى هذا الخطاب المرفوض الخطاب المتشدد الخطاب نتكلم في حسن الظلم بمعنى أن الحاجة إلى التجديد الحاجة إلى التجديد قائمة كيف ذلك؟ قائمة كيف إلى ذلك الناس الآن الأغلب من الناس ما عادوا يعرفه سمات الخطاب الإسلامي الحقيقي لأن كلهم يدعي وصلا بليلة فإذا تضافرت الجهود جهود العلماء وخرجوا عن ما نقول كلهم ولكن لو جمهرتهم خرجوا عن ضوابط وثوابط وأنه لا ينبري للخطاب إلا وفق عمل مؤسساتي يتبنى هذا الخطاب ووفق معايير غير مهددة بالسلاح ومهددة بالمال ومهددة بالوجاهة ومهددة بالضغط الحكوماتي خطاب حر وفق ضوابط الإسلام الوسطية الحقيقية لخرجنا من كل هذه المهاترات لكن عندنا هؤلاء يتصيدون في الماء العكر بما أنه الآن الخطاب الإسلامي العنيف أدى إلى ما أدى إليه إذن يرفعون عقيرتهم هؤلاء المتصيدون يرفعون عقيرتهم فبالتالي سيحصل ضغط على الناس الطيبة الصالحة التي تريد فعلا التجديد الحقيقي للخطاب الإسلامي وفق معايير ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا المعيار الخطاب الإسلامي الحقيقي وتجدد الخطاب أيضا يعتريه كما يعتري الفتوى بتغير الزمان والمكان أيضا الخطاب الإسلامي هو خاضع لتغير الزمان والمكان على أن لا يمس الثوابت هذا واحد اثنين على أن لا يتبناه من لا يحسنه بحجة التجديد نعم التجديد قائم جاء في البيهقي والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأسه كل مئات سنة من يجدد لهذه الأمة أمر ديني ما يجدد لهم الإيمان بالله وهذا القضايا هذه ثابته يعني غيرها ممكن يعيد ترسيخها في الأذهان نعم ممكن يضغيب بعض المفاهيم ما المخصب بالتجديد هنا هذا التجديد تجديد أن تصحيح تصحيح الأفهام ربما تصحيح الأفهام التجديد أما الإيمان بالله ثابت لكن ممكن هذا الإيمان يتزعزع فيأتي إنسان يفتح الله عز وجل عليه قد يكون عالما مجتهدا وقد يكون عالما غير مجتهدا وقد لا يكون عالما مجتهدا قد يكون سياسي لكن فتح الله عز وجل عليه وعاد الناس إلى الإطار الصحيح هذه موجودة وقد عملت عدة ندوات في بعض البلدان الإسلامية هل يشترط للمجدد أن يكون مجتهداً هذه القضية والسؤال عرض للنقاش هو ليس حكراً ليس قولنا صواب لا يحتمل الخطأ أو قول غيرنا خطأ لا يحتمل الصواب لكن التجديد مطلوب والتجديد ليس مخالفاً أو مصادماً للدين إذا رعية الثوابت ورعية المتصدرين للتجديد أن يكونوا من أهله ولا يسمع لمن رفع عقيرته وهو لا يهتم بالخطاب الإسلامي إنما يدعي ذلك من أجل تميعه ومن أجل هو أصلاً يريد الهجم على الإسلام واتخذ هذا ريعا العالم ضاغط العالم البر ضاغط القرار الأممي ضاغط في هذا الاتجاه الدول أصبحت ضعيفة بسبب مناكفات سياسية كثيرة وأصبحت مضطرة وهناك نماذج حصلت إما هذا النموذج وإما هذا النموذج فالناس بدأت ترضى بما يحقق أمانها ومن حقها لكن هذا أيضاً سيؤثر سلباً على الخطاب وستعود الناس إلى مراحل نسأل الله العفو والعافي لكن الله يتكفل قد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين بقوله تعالى إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له الحافظون ونسأله تبارك وتعالى أن يهيي لهذه الأمة من يجدد لها أمرها ومن يقوم لها بأمرها وما ذلك على الله ذي عزيز وصلى الله عنه بنا وحديث التجهيد ربما يكون حديثاً واسعاً ويحتاج إلى إفراده في حلقة وربما أكثر من حلقة لكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكرك في ختام هذه الحلقة لا يساعني إلى أن أشكر الدكتور عبد الملك القصب الباحث السياسي الإسلامي العراقي كل شكر لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة في حفظ الله ونعايته